الباب التاسع والستون ومئتان باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقال أنظروا هذين حتى يصطرحا أنظروا هذين حتى يصطرحا رواه مسلم وفي رواية له تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين وذكر نحوه ترجمة نانسي قنقر